السلام عليكم ورحمة الله اليوم نزلت مرشحات علوم مادة الكيميا لصفو الأول متوسط الجزء الأول كتبت 17 سؤال فقط للكيميا سؤال الأول ما الجدول الدوري وماذا نسمي الأعمدة الرأسية والأعمدة الأفقية الجدول الدوري هو جدول يضم العناصر الكيميائية المعروفة مرتبة حسب السلوك والخصائص الكيميائية للعناصر الأعمدة الأفقية نسميها بالدورة والأعمدة الرأسية بالزمرة سؤال الثاني ما الآيون وما نوعه؟ الآيون هو ذرة أو مجموعة ذرات فقدت أو اكتسبت ألكترون واحد أو أكثر أنواع الآيون آيون الموجب والآيون السالب سؤال الثالث ماذا ينص قانون بويول؟ قانون بويول أن حجم كمية من الغاز تزداد عندما ينخفض الضغط المسلط عليه عند ثبوت درجة الحرارة سؤال الرابع ما الحجم وما هي وحدات قياسة؟ الحجم مقدار الحيزة الذي تشغله المادة في الكون تقاس بوحدات المتر المكعب متر مكعب والسنتيمتر المكعب والمليلتر سؤال الخامس ارسم التوزيع الألكتروني لذرة عنصر النيتروجين العدد الظري 7 وذرة عنصر الهليوم العدد الظري HE 2 هذه الجواب هذا النيتروجين وهذا الهليوم النيتروجين 7 العدد الظري وهنا الهليوم 2 سؤال الثالث ما التغيرات التي تقرأ على المادة مع ذكر مثال لكل متغير أولا التغيرات الفيزيائية مثل انصهار الثلج التغيرات الكيميائية مثل تعفل الفاكهة سؤال السابع أشر على المعلومات التي في المربع العناصر الآتية هنا العدد الذري يعني مثلا نقول هذا السبعة وهي الستة شين المذني عدد ذري هذا الرموز رمز العنصر هاي الكتابة بالانجليزي نايتروجين اسم العنصر والنايتروجين والكاربون متوسطة للكتلة الذرية هنا الاعداد مالتين سؤال الثامن ما المركب الناتج من المعادلات الآتية الزائد أوتو س أوتو اف زائد اس اف اي اس سؤال التاسع ما هي مميزات الحالة الصلبة وعند تحول الماء إلى جليد يبقى محتفظا لماذا الحالة الصلبة شكل ثابت وحجم ثابت عند تحول الماء إلى جليد يبقى محتفظا بحجمه ما التفاعل الكيميائي وما هي الطرائق التي تثبت حدوث تفاعل كيميائي عددها فقط هو تغير يحدث على مادة أو مجموعة من الهواء مكونة من مادة أو مواد جديدة الطرائق اللون الحرارة تحرر الغاز دوبان الفلزات التأكل الفرقعة إنتاج الطاقة الكهربائية والترسيب سؤال الدعش ما هي المادة وما هي الخاصية الفيزيائية للمادة المادة هي كل شيء له كتلة وله حجم الخاصية الفيزيائية هي التي يمكن ملاحظتها أو قياسها من دون تغير في هوية المادة الأصلية سؤال 12 إلى كم قسم يقسم الجدول الدوري يقسم إلى ثلاثة أقسام الفلزات واشباه الفلزات واللافلزات سؤال 13 الفرق بين الفلزات واللافلزات الفلزات لها بريق معدني تعكس الضوء الساقط عليها هنا ليس لها لمعان أبريق تكون جيدة التوصيل للكهرباء وأكثر الفلزات هنا رديئة التوصيل وهنا قابلة للطرق والسحب وهنا غير قابلة للطرق والسحب سؤال 14 ما العدد الذي يجعل المعادلة الموزونة MG3N2 اللي هو العدد 3 ما هي رموز العناصر؟ الهايدروجين H2 لأكسجين O2 لكلور CL2 لفلور F2 نايتروجين N2 سؤال 16 ما هي الحالة الرابعة للمادة التي تحدث التي تحدث في درجة الحرارة العالية جدا هي البلازمة سؤال الأخير 17 ذرة عنصر الأكسجين تحتوي على 8 بروتونات و8 نايترونات أكتب العدد الذري هو العدد الكتلي للذرة العدد الذري زيت عدد البروتونات يساوي يعني زيت مطينية 8 العدد الكتلي أيضا 8 يعني عدد النيترونات زائد عدد البروتونات أو نجمع 8 زائد 8 يطلع عدد 16 هاي عيني مرشحات علوم مادة الكيميا فقط إن شاء الله تستفادون من هذه المرشحات وإن شاء الله راح أنزر لكم بعد لمادة تلفزية هنا والحل وبالتوفيق يا ربي ترجمة نانسي قنقر